الاعتداء على العراق بهذا المصطلح بهذا المسمى يعني لا يتسق مع ضربات هجومية على ميليشيات منفلدة عن دولة العراق أو عن حكومة العراق أو عن أوامر القائد العام للقوات المسلحة في العراق يعني لا يعتبر عدواناً في تقديري لأن الإرادة التي تتحكم بها هذه الميليشيات هي التي أوصلت الحال إلى ما هو عليه الآن من استهداف للمصالح من ضرب يعني للبعثات وهذه التطويشات الصاروخية التي سقطت وأوقعت الضحايا كثيرة بالمدنيين وبالقوات المسلحة العراقية قبل الأمريكان وقبل البعثات الدبلوماسية هذه السياسات هذه الإجراءات لمعظمها أو أغلبها أو لنقول حتى جميعها تكون موجهة من الجانب الإيراني بالاستدام والبعثات أو الاشتباك أو الضروب أو الاستهداف هذه كلها موجهة وتحظى برعاية مباركة الإدارة الإيرانية السياسية والحزبية وحتى على المستوى العسكري الحرسي الثوري الذي يهيمن على مقاليد البلد هناك ويهيمن أيضا على القرار لهذه الفصائل إذن موضوع الاعتداء على العراق مستبعد أن يكون بهذه الصيغة ربما استهداف مقرات هنا وهناك بعينها وبأهداف مركزة نشهد جميعا يعني التأييد الشامل الكامل للخطوات التي انتهجها السيد الكاظمي أقصد التأييد الأمريكي وحتى الدولي ككل لأنه يجدوه فيه خطوات اتزان ربما يعني لا يجدوها العراقيون أنه مثمرة وكافية لإزاحة هاجس المشاكل ووازع المشاكل الذي يهيمن على المشهد العراقي لكن المجتمع الدولي والقادة في العالم كلهم يعني يؤيدون أو يدعمون الخطوات التي تنتهجها الحكومة